بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من دروس القرآن الكريم حسب منهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى نتلو آيات من سورة الفرقان من الآية 11 إلى الآية 20 إن شاء الله تعالى أهداف الدرس أولا أن يطلب الطالب والطالبة الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات ثانيا أن يطلب الطالب والطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الخطأ ولكي نتلع الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء لا بد أولا من التأني والتمهل أثناء التلاوة كذلك النظر والتركيز على الكلمات القرآنية والحركات التي على الأحرف يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي عليه هكذا يجب علينا أن نقرأ آيات القرآن الكريم حتى نتمكن من القرآن الصحيحة مع التأني والتمهل أيضا من أهداف درسنا أن يطبق الطالب والطالبة أحكام التجويد أحكام التجويد التي أخذناها في دروس التجويد أحكام النون الساكنة والتنوين الإظهار وحرف الإظهار الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء الإضغام وحرف الإضغام يرملون والقلب وحرفه حرفا واحدا هو الباء والإخفاء وهي باقي الأحرف كذلك من أحكام التجويد التي أخذناها أحكام الميم الساكنة وأحكامها ثلاثة الإخفاء عند الباء والإضغام في الميم إضغام الميم الساكنة في الميم مثلها وبقية الأحرف إظهار الميم الساكنة عند بقية الأحرف وكذلك سنطبق أيضا النون والميم المشددتين نأتي بالغنة سنطبق هذه الأحكام إن شاء الله تعالى مع أيضا أحكام المدود إن شاء الله تعالى من هداف درسنا أن يتل والطالب والطالبة الآيات بتدبر وخشوع حتى نفهم كلام الله عز وجل ونعمل به بعد ذلك لابد أول من التدبر والفهم لكلام الله عز وجل ونقرأ القرآن بخشوع حتى أن نستفيد من القرآن آداب التلاوة أولا الطهارة أتوضأ وأتطهر قبل تلاوة القرآن الكريم خاصة لمن أراد أن يقرأ من المصحف الشريف الإخلاص لله عز وجل أنوي بهذه القراءة وجه الله عز وجل وطالب رضاه أيضا من الآداب الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم قبل التلاوة بتعني وتمهل كذلك تحسين الصوت بالتلاوة من الآداب أيضا البسملة في أوائل السور كذلك القراءة بتدبر لنفهم كلام الله عز وجل ومن الآداب التسبيح عند آيات التنزيه الآيات التي فيها تسبيح لله وتنزيه وذكر اسمه وصفاته نقول سبحان الله سبحان الله من كل الآية كذلك سؤال الله من فضله عند آيات الوعدي بالرحمة والمغفرة والجنة نسأل الله من فضله حين قرأت هذه الآيات ثم نكمل كذلك الاستعادة بالله عند آيات الوعيد من الآداب آيات الوعيد بالعذاب والنار نسأل الله تعالى أن يوجينا وإياكم منها ووالدينا وجميع المسلمين إذا قرأناها فإننا نستعيد بالله من عذابه ومن ناره إذا قرأنا هذه الآيات الآيات التي سوف نتلوها تتلوها بعض الآيات أيضا سنقرأ لكم إن شاء الله سأقرأ لكم الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون لها بعد ذلك سنبين الكلمات وكيفية قرأت هذه الكلمات ونستخدم بعض الحكام التجويدية بعد ذلك أنتم ستقرأون الآيات إن شاء الله تعالى بصوت وحسن تلاوة وتجويد إن شاء الله تعالى لذلك أرجو منكم التركيز والانتباه لنقرأ سويا كلام الله عز وجل استمعوا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا أعوذ بالله إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا نعوذ بالله من عذاب جهنم هذه الآيات من سرة الفرقان سنقرأ الآن لكم وأنتم تنتبهون لهذه الكلمة لاحظوا معي كلمة كذبوا نراعي الشدات في القرآن الكريم كذب أيضا بالساعة نراعي الشدات دائما في القرآن الكريم نأتي بها نأتي بها وَأَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا كلمة تغيضا تغيضا وزفيرا تغيضا تغيضا وزفيرا أيضا لاحظوا هذه الكلمة وإذا ألقوا ألقوا اللام ساكنة والهمزة مضمومة ألقوا ألقوا كلمة سهلة جدا ننتبه الكلمة سبورا تكررت هذه الكلمة نكمل الضم في الثاء والباء سبورا أضمن أحكام التجويدية في هذه الآيات لاحظوا معي هذه الميم إذا رأتهم هذه الميم مشددة وقبلها ميم الساكن هذه الميم الساكنة هذه من أحكام الميم الساكنة من أحكام الميم الساكنة الإخفاء عند الباء كما قلنا والإضغام في الميم مثلها هذه الميم ساكنة وبعدها ميم مثلها فأضغمنا الميم الساكنة فيها نقول إذا رأتهم ميم طبعا وهنا أيضا نون هذه حكم آخر أحكام النون الساكنة هذه إضغام النون الساكنة في الميم فإحنا عندنا حكميا تجويديا عندنا هذه الميم حكم والإضغام في الميم التي بعدها في هذه الميم وعندنا النون الساكنة تضغم في الميم التي بعدها نقرأها هكذا ميم إذا رأتهم من مكان بعيد وعندنا هذا حكم آخر ما هذا الحكم؟ هذه الميم على ما تدول على أي حكم أحسنتم النون الساكنة بعد حرف الباء الحكم إقلاب أو قلب قلب النون الساكنة إلى الميم ثم إخفاء هذه الميم إذن مكان بعيد كما أخذنا في دروس التجويد إضغان عندنا هنا تنوين أتى بعده ميم والحكم الإضغام ضيقا مقرنين أيضا هنا عندنا حكم إضغام واحدا ودعوا إضغام التنون في الواو لأن الواو من حروف يرملون وحروف ينمو حروف الإضغام بغلية إذن على بركة الله تعالى الآن سنقرأ سويلا اقرأوا معي هذه الآيات أولا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقرأوا الاستعاذة أحسنتم يقرأوا معي يقرأوا بصوت مع النظر إلى الكلمات بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقرنين دعوا هناك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا بارك الله فيكم ننتقل إلى الآية التالية الآن استمعوا لهذه الآية استماع ونظر لهذه الآية قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا أحسنتم مبارك الله فيكم نعود إلى الآية السابقة هذه الآيات نقرأها قرأناها الآن ونبين ما فيها من كلمات لاحظوا معي الألفات الصغيرة نأتي بها أَذَالِكَ أَذَالِكَ وهي تتكرى كثيرا في القرآن خَالِدِينَ عَلَى إذن هذه الآيات هذه الألفات الصغيرة نقرأها دائما أيضا ننتبه للحركات خير هنا حكم ما الحكم هنا تنوين أتى بعده همزة خير أم؟ الهمزة من حروف أحسنتم الإظهار دائما نظهر التنوين إذا كان أو نستاكن إذا كان بعده حرف الحرف إظهار النور المشددة أيضا نأتي بها مشددة جنة الخلد نسأل الله تعالى أن يرزقنا جنة ووالدين وذرياتنا وجميع المسلمين المدود في القرآن حرف مد وبعدها همزة نأتي بالمد أربع حركات جزاء ومصير يشاء سهل التطبيق لأن العلامة عليها واضحة جدا أيضا هذه الكلمة ننتبه للحركات يحشرهم ننتبه للحركات خاصة إذا كانت متوالية إن حركة واحدة متوالية مثل هذه الضمت ثلاث مرات توالت إذن ننتبه لها وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ أيضا يعبدون نضم الشفتين عند ضم الضمة وكذلك عند الواو فيقول هذه الكلمة أضللتم ننتبه لللام الأولى المتحركة واللام الساكنة أضللتم كلمة متعتهم ننتبه للحركات متعتهم أيضا هنا كلمة وَأَبَاءَهُمْ الهمزة مفتوحة وَأَبَاءَهُمْ أيضا عند هذه الكلمة كلمة نَسُوا نَسُوا الذِّكْرَى وننتبه للألف هذه لاحظوا أن هذه الألف لا تنطق لأنها عليها هذه الدائرة هذه الألف التي عليها هذه الدائرة لا تنطق في القرآن الكريم لا في الوصل ولا في الوقف ننتبه لها دائما كذلك مثل أحيانا تأتي الواو وتأتي الياء أيضا إذا وجدنا هذه الدائرة على حرف من أحرف العلة وهي الألف أو الواو أو الياء فلا نقرأ بهذا الحرف إذن على بركة الله نقرأ سويا الآيات يقرأوا معي قُل أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْخُلْدِ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلُ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ ما كان ينبغي لنا أن نتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا أحسنت وبرك الله فيكم ننتقل إلى آية التالية هذه قرأناها نبين ما فيها من كلمات كلمات سهلة جداً ويسيرة لاحظوا معي هذه الكلمة نُذِقَهُ نَاتِبِي السُّكُونَ في حرف القاف مع القلقلة نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا نعوذ بالله من عذاب الله أيضاً لاحظوا هذه كلمة إِنَّهُمْ الْهَمْزَةِ تَحْتَ الْأَلِفِ الْهَمْزَةِ تَحْتَهَا كَسْرَةِ إِلَّا إِنَّهُمْ ننتبه لهذه الْهَمْزَةِ أيضاً هذه الكلمة أَتَصْبِيرُونَ بالتأني والنظر والتركين نستطيع أن نقرأ قراءة صحيحة دون خطأ بإذن الله تعالى لاحظوا معي هذا الحكم ما الحكم التجويدي في هذه الميم؟ ميم ساكنة وأتى بعدها حرف الباء ما الحكم هنا؟ أحسنتم الإخفاء الشفوي كما قلنا الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام الأول الإخفاء عند الباء وهذا هو كذبوكم بما إخفاء الميم لا نقول ميم صافية ولكن نأتي بها مخفاء يعني تتلامس شفتان لكن تلامس خفيف ولطيف مع بيان الإخفاء فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا طيب الميم هذه لاحظوا هذه الميم ما حكمها؟ ميم بعدها حرف النون مِنْكُمْ نُذِقَه ميم ساكنة أتى بعد حرف النون طبعا حكمها أحسنتم الإظهار إذا وجدتم علامة السكون على الميم الساكنة فحكمها الإظهار مباشرة لأن هذه الميم الساكنة هذه بعدها حرف النون والنون الحروف الإظهار كذلك مثل هذه الميم إنهم لا يأكلون ميم أتى بعد حرف اللام واللام من حروف الإظهار في حرف عند المين أيضا لاحظوا عندنا هنا حكم تجويذي نون ساكناتا بعد حرف الياء ما الحكم هنا الحكم نعم الإضغام إضغام النون في الياء لأن الياء من حرف ينمو إذن على بركة الله سنقرأ سويا هذه الآيات اقرأوا معي وركزوا آيات سهلة جدا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا بارك الله فيكم ونفع بكم وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذن نقرأ الآيات من المصحف المعلم أو المصحف المرتل حتى نرتل ونجود ونقرأ القرآن بتجويد وترتيل حتى ننتفع به ونتدرب ونتعود على قراءة المرتلة المجودة إلى أن نلقاكم مشارة عليه في درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته